كل هذه الايمكانيات الإدارية اللي عندك، بنجاحات عديدة حققتها فترة خصيرة. طبيعي مشجع أهلاوي، هيسأل؟ يقول فين محمد فاطل من النادي الأهلي؟ نيه محمد فاطل بقيد عن النادي الأهلي؟ هل محمد فاطل بقيد عن النادي الأهلي؟ طبعاً للأعمال هو خاصة أعمال إدارية وأعمال أخرى، أم لا ده قرار من النادي الأهلي؟ أم لا مفيش حاجة مناسبة دلوقتي في النادي. لا لا خالص، النادي الأهلي بيتي طبعاً وعلاقة دي كويسة وكبتال خطيب وحسام ده أخوي يعني الناس كبيرة على علم بالكلام ده وحتى مجلس إدارة الأهلي كلهم أخواتنا الكبار وأصدقاء لكن يعني خلاص انت في كرير وماشي في خطوات معينة فرحاتي كبيرة جدا بشركة ناجل أهلي والأسماء كبيرة قوي الموجودة كبيرة جدا وحلوة يعني تبقى انت فخور كده ان في ناس كويسة جدا زي طبعا مع حفظ الألقاب ياسيم منصور ومصطفى فاهمي طبعا مصطفى فاهمي والمهامس ياسيم منصور وكابتال عبد صادق موجود في الشركة فانت معك وحسام غيلي طبعا كابتال حسام غيلي فأسامي كبيرة جدا لكن في الآخر هل أولاد نادي الأهلي بعيد عن نادي الأهلي لا طبعا احنا كلنا موجودين وكلنا خلي بالك بنخدم أو كلنا أي حاجة بتطلب مننا بنعملها لكن أنا دلوقتي موجود في مكانة أخرى والحمد لله سعيد بيها جدا وساعة ما تيجي تطلب منك أي حاجة انت مش حاجة انت تكون موجود على فكرة ومش حاجة انت تكون موجود في المشهد لو انت بتحب مكان بتخدمه بره زي جوه لكن ما بتيجي تمسك وانصب بقى ممكن يتعارض يعني دخلنا للاتحاد كان فيه ناس كتير جدا من الجماهير أو من المسؤولين بيفكروا عاطفية صح لو أنا عملت كده طبعا هرجع أبص على نفسي مراز زي لو انت بتدخل من فاشل